السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد افضل انواع الغسلات الهوف اوتوماتيك تشيبة العربي ان شاء الله في الحلقة دي نتكلم عن الغسلات الهوف اوتوماتيك تشيبة العربي هنذكر المأساة بتاعتها من اول 6 كيلو لحد ال 12 كيلو هنذكر مميزاتهم ومواصفاتهم وكل حاجة فيهم لو اول مرة تشوف القناة اتمنى تنضمي لنا وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس على وضع الكل ولو الفيديو عجبك بوص لايك ويلا بينا نبدأ على بركة الله واول ما اسمعنا ان شاء الله بيبقى ال 6 كيلو هنذكر مميزات الغسلات بتبقى 1430 لفة في الدقيقة بتبقى 2 مطور اللون ابيض لوحة التحكم بتاعتها ضد الميا تعمل بجميع انواع المساحي العادية اي نوع مسحو انت عايزة تحطيه براحتك بتشتغل بنظام الدوامات في التجاهين عشان تدي اعلى نتيجة في الغسيل وفي التنظيف وفي ناس بتشكر فيها ان هي بتبقى اعلى من الاوتوماتيك بيبقى فيها حود للغسيل وفي حود للتكفيف مدة العصر بتاعتها والتكفيف 20 دقيقة مروحة بتاعتها مضادة للبكتيريا الغطاء بتاع حلة العصر بيبقى شفاف هنذكر الابعاد بتاعتها عشان برضو في ناس بتبقى عايزة تعرف الابعاد قبل ما تشتري الحاجة عشان المقاسات عندها او الاماكن عندها بتبقى صغيرة العرض بيبقى 82 سنتي ونص الارتفاع 96 سنتي العمق 44 سنتي ونص دي فترة الضمان بتاعتها ضمان خمس سنوات شركة توشيبة العربي ضمان مجاني شامل وبلد التأفيل مص طبعا السعر بتاعها 1750 شركة العربي او اي معرض من معارض توشيبة العربي دي بتنفع لو واحد بفرد واحد يعني هيستخدم الغسالة او فردين بالكتير فدي مناسبة جدا بدل ما يشتري مقاسات كبيرة ما لهاش اي لازمة معاه اما المقاس اللي بعدين ان شاء الله فبيبقى مقاس السبعة كيلو اللون بيبقى ابيض معدل الدوران بتاعتها 1430 لفة في الدية تبقى اتنين مطور بيبقى فيها لوحة بتاعتها ضد المية لوحة التحكم بتاعتها ضد المية بتشتغل بجميع انواع المساحي اللي احنا عايزينها الغطة بتاع حلة العاصل بيبقى شفاف المراوحة بتاعتها مضادة للبكتيريا بيبقى فيها دورة نقع للغسيل بيبقى فيها حلة الحلة بتاعتها مصنوعة من البلاستيك الحلال بتاعتها سكانة الغسيل او الشطف فيها فلتر عشان يجمع الوبرة والنسالة فيها صفارة انزار لما تنتهي الدورة اللي احنا زابطين عليها مدة العصر عشرين دقيقة بيبقى فيها اتنين حوض واحد للغسيل واحد للتكفيف برضو فيها نظام الغسيل بالدوامات في التجاهين عشان تدي نتيجة عالية في التنظيف دي ابعدها برضو عشان اللي عنده مساحة العرض اتنين وتمانين سانتي ونص الارتفاع خمسة وتسعين سانتي والعمق خمسة واربعين سانتي دي بلد المنشأ بتاعتها مص فترة الضمان خمس سنوات السعر الف تسعومية وتسعين هنذكر موديل تاني في السبع كيلو برضو بيبقى مزود بالتلومبة التلومبة ديت بتعمل ايه او فايدتها ايه فيه ناس ما بتحبش تصرف المية بتاعت الغسيل او مية الشطف على الارض بتبقى عاملة صرف في الحيطة صرف اوتوماتيك بس ما بيبقاش تحت الرخامة لان هو مش هينفع يفتح باب الغسالة ان هي تحت الرخامة لكن بيبقى عامل صرف في الحيطة عشان التنظيف او بيصرف على الحوض عشان برضو ما يصرفش على الارض بتبقى نفس المميزات بالزبط متاعت السبع كيلو اللي من غير تلومبة بس بتختلف معنا في السعر شوية السعر بتاعها بيبقى الفين وتسعين الفرق مش بسيط بس الفرق قصدي بسيط بس فيه ناس بتحبها يعني وبتفضلها بتبقى نفس الابعاد اما المقاس اللي بعدين ان شاء الله اللي معنا هيبقى مقاس لعشرة كيلو دي بتعمل بيبقى فيها اتنين حوض حوض للغسيل وحوض للتكفيف برضو بتشتغل بنظام الدوامات في اتجاهين بتشتغل باي نوع مسحوق او عادي او اوتوماتيك حسب ما احنا عايزين لوحة التحكم بتاعتها ضد المية بيبقى فيها اتنين مطور معدل الدوران بتاعها بيبقى 1400 لفة بيبقى فيها فلتر عشان يلم الوبرة والنسالة من جوة الغسالة بتبقى مدة العصر عشرين دقيقة بيبقى فيها سفارة انزار لما الدورة بتنتهي الحلة بتاعتها مصنوعة من البلاستيك انضف انواع البلاستيك بيبقى فيها دورة نقع المروحة مصنوعة من مادة مضادة للبكترية الغطط لحلة العصر شفاف هنذكر ابعادها ان شاء الله العرض بيبقى 86 سنتي الارتفاع بيبقى 99 سنتي والعمق 50 سنتي دي بتبقى ضمان خمس سنين شركة توشيبة العربي وبلد المنشة بتاعها مصر دي سعرها 2260 هنذكر موديل تاني في العشرة كيلو برضو بيبقى رقمه عشرة اس او الف اس بالزبط ده رقم موديل بتاعها الف اس ده بيتميز عن الموديل اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي بحاجة واحدة بس ان هي حلة العصر او حلة التكفيف بتبقى مصنوعة من الاستلس مش من البلاستيك الاختلاف هيكون في السعر بس انما المميزات كلها بتبقى واحدة السعر بتاع حلت العشرة كيلو الاستلس اللي هي رقمه الف اس 2330 بتبقى نفس الابعاد ونفس فترة الدموع المقاس اللي بعدين ان شاء الله بيبقى مقاس الاثناشر كيلو دي بتبقى الحلة بتاعتها حلة كبيرة هي او العشرة الاثنين برضو الحلة بتبقى بتاعتهم حجم السوبر دي بتنفع للعائلات والافراد الكتير مثلا اربع افراد او خمس افراد تنفع معاهم دي هنذكر المميزات بتاعتها اولا دي بيبقى رقم الموديل بتاعها اتناشر عشرة اس الحلة حلة الشاطف بتاعتها بتبقى استلس تيل مش بلاستيك الاثناشر كيلو الموديلين بتاعها بيبقى الحلة بتاعتهم حلة الشاطف استلس دي بيبقى فيها دورة لنقع الغسيل المراوحة بتاعتها بتبقى مضادة للبكتيريا الغطى بتاع حلة العصر شفاف الحلة بتاعت الغسيل بتبقى مصنوعة من البلاستيك بيبقى فيها فلتر عشان يجمع الوبرة والنسالة بتدينا انزور او صفورة لما تدورها بتنتهي مدة العصر بتاعتها بتبقى عشرين دية بيبقى فيها حلتين طبعا حلة للغسيل وحلة للتكفيف بتبقى تشتغل بنظام الدوامات في التجاهين بتشتغل بأي نوع مسحوق عادي لوحة التحكم بتاعتها بتبقى ضد المية بيبقى فيها اتنين مطور عشان مطور للغسيل ومطور للتكفيف او الشطف معدل الدوران بتاعها بيبقى 1400 لفة في الدقيقة دي بيبقى سعرها قبل نقوله السعر نقوله الابعاد الابعاد بتاعتها العرض 87 سنتي ونص الارتفاع متر والعمق 51 سنتي ضمان خمس سنين شركة تشيفة العربي بلد التقفيل مصر السعر 2510 ورقم الموديل بتاعها بيبقى 12 10 اس هنذكر الموديل تاني في ال 12 كيلو بيبقى نفس المميزات بالضبط ونفس الامكانيات وحالة الشطف برضو تبقى السلسطيل مع اختلاف حاجة واحدة برضو اللي هي بيبقى حالة الشطف زي ما قلنا السلسطيل بس بيبقى فيها ميزة ان هي بتشتغل بالترومبة برضو الترومب الطرد برضو زي ما شرحنا في السبع كيلو دي بنستخدمها لو احنا مش عايزين نصرف مية الشطف او مية الغسيل على الارض وعملين صرف في الحيطة ممكن نستخدمها فيها ونصرف المية على الصرف اللي موجود في الحيطة او ممكن نصرف على الحود لو احنا برضو مش عايزين نصرف على الارض بس لازم نعرف حاجة لو الصرف معمول تحت رخامة مش هينفى تحط تحت الرخامة لان بابها بيتفتح لفوق فده مش هينفى طبعا الابعاب بتاعتها برضو بتبقى سبعة وتمانين سنتي ونص والارتفاع متر عمتا هو لما بيبقى في صرف تحت الرخامة الصرف اللي تحت الرخامة بيبقى ارتفاعه خمسة وتمانين سنتي فبرضو في الكمية الاحوال مش هتخش تحت الرخامة حتى لو دخلت يعني حتى لو تنفع مش هتخش العمق بتاعها بيبقى واحد وخمسين سنتي دي سعرها اه يختلف شوية عن الاورانية حوالي 100 جنيه او 9 جنيه عاملة 2620 برضو دمان خمس سنين وبلد المنشأ مصر في موديل برضو بترومبا تاني احنا عايزين نذكروه اللي هو العشرة كيلو في موديل في العشرة كيلو بيبقى بترومبا الموديل دوت بيبقى الحلتين بتعطوه بلاستيك عشان فيه زي ما احنا ذكرنا في الاول فيه حلة تبقى استلس لا ده الحلتين بلاستيك بس بيبقى فيه ميزة التلومبا عشان برضو تصرف المية وده سعره بيبقى مختلف شوية عن العشرة كيلو الحلة اللي استلس الحلة اللي استلس السعرها كان 2330 ده عايز يبقى عامل 2380 برضو بينفع للناس اللي هي عايزة حاجة بتلومبا ان شاء الله فيه حلقات كتير جاية لو عايزنا نتكلم عن الغسالة التوشيبة الفوق اوتوماتيك يبقى تشرفونا بالاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو وعمل اختيار كلمة الكل على تفعيل الجرز عشان يوصل لكم ان شاء الله الفيديو بتاع الغسالات التوشيبة اللي هي الفوق اوتوماتيك هتستفادوا برضو منها كتير هنعرض ان شاء الله كل المقاسات بتاعة الغسالة اللي هي فوق اوتوماتيك وهنذكر مواصفاتها باسعارها بابعادها بحيث برضو ان احنا نقارن ما بينهم ونختار الموديل اللي احنا عايزينه وحسب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف قيمة باسم الغسالات توشيبة وهوفر وكاندي هتلاقوا فيها برضو في فيديو كنت عاملوا اللي هو قبل دوت عن الغسالة الهاف ترنيدو العربي تفرجوا عليه برضو وقارنوا ما بينهم عشان تقدروا تختاروا الموديل اللي انت عايزينه وفي قوايم تانية برضو بالاجهزة المنزلية زي الغسالات او التلاجات او عروض من شركة توشيبة العربي برضو ان شاء الله خشوا تفرجوا عليهم هتعملوا مقارنة ما بين الاجهزة من قبل ما تنزلوا تشتروها عشان تقدروا تستفادوا بالجهاز اللي انت هتستخدموه بدل ما تشتروا جهاز مش هتستفادوا منه وقبل ما نختم ان شاء الله لو الفيديو عجبكم شرفونا بالاشتراك في القناة وضغط على كلمة الكل في تفعيل زر الجرس وعمل اعجاب للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته